لحظة فارقة في مسيرة الديمقراطية بعد مصادقة أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه على دستور دولة الكويت في 11 نوفمبر من عام 1962 كان الأمير عبدالله السالم طيب الله ثراه لها نظرة ثاقبة وتطلعات مستقبلية لتكوين دولة حديثة دولة لها وزنها في المنطقة فحرص على البداية أن يضع دستور الكويت الفكرة التي قام عليها هذا الدستور هو وجود نظام سياسي ومواطنين يتفاعلون معه لأن أي نظام سياسي بدون تفاعل المواطنين معه سوف لن ينتج أثر جيد وضع الدستور الكويتي بشكل بكفية وضعه في صياقته بأحكامه بما تترتب عليه من حقوق وحريات يعني تعتبر الحد الأدنى للمواطنين عزز النظام المشروعية عزز النظام القانوني احترام الفرد فهذا كلها أوجد نقلة كبيرة تمر الذكرى الثامنة والخمسون على إقرار الدستور بكل فخر واعتزاز لتصبح دولة الكويت هي الرائدة في الديمقراطية بالمنطقة هذا الدستور تضمن فصل خاص للحقوق والواجبات العامة وهو مستوحى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أنه تضمن الفصل الثاني الذي يقوم على فكرة الدولة المتدخلة لتحقيق أسباب المساواة الفعلية ولتحقيق الأسس المادية للحقوق والحريات الشعب عن طريق الانتخابات يخرج ممثلين عنه نواب اللي نسميه نواب وهما ينبون عن الأمة وبالتالي يشاركون في الحكم في هذه الدولة طبعا عن طريق التشريعات عن طريق مراقبة الوزراء ومحاسبتهم هذه العلاقة بين أسرة الحكم وبين الشعب ليست ولدة الدستور وإنما جاء الدستور وقننها قنن ما جبلت عليه هذه الدولة منذ نشأتها في الحفاظ والحفاظ على الاحترام المتبادل بين أسرة الحكم وبين الشعب احتفالية اليوم بالذكرة السنوية على إنشاء الدستور لدولة الكويت ليكون هو العقد الاجتماعي الذي ارتباه الجميع شعبا وحكاما خالد الأصفر تلفزيون دولة الكويت تلفزيون دولة الكويت تلفزيون دولة الكويت